السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم متابعا قناتنا في فيديو جديد هذا الفيديو سوف نخصيصه لكي فيه التسجيل على منصة توظيف الاساتف المتعاقدين نستعمل الهاتف او الحاسوب على حسب الاختيار انا استعمل الحاسوب اول شي ادخل الى المتصبح جوجل ثم لما ادخل اقوم بالولوج او كتابة الموقع هذا الموقع سوف تجدونه في الوصف واسفل الفيديو في التعليقات ثم تلاحظون انه فتح بسرعة انا الان بعد منتصف الليل اقوم بالتسجيل لانه في النهار نوعا ما كان ضغط عليه كبير جدا وصعوبة الولوج اليه تظهر لنا هذه الواجهة ثم يعني انظر الى مختلف الايقونات الموجودة هنا اول شي اقوم بالتسجيل التسجيل على المنصة لاحظوا هناك عدة مراحل المرحلة الاولى هي الشروط يجب ان نوافق على هذه الشروط اقرأوا هذه الشروط الثلاثة اقوم بيعني ان نقرأ عليها ثم اضغط على التالي الان اتي الى مرحلة الترشح اختار مديرية الولاية التي انا اتابع اليها وايضا رتبة الاستاذ المتوسط او الابتدائي او الثانوي والمادة ثم اضغط على التالي الان تظهر لخانة المعلومات هنا تقوم بادراج معلوماتك الشخصية بحذر وبذقة عالية وتجنب الاخطاء اول شي نبدأ ب يعني من الاعلى وننزل رقم التعريف الوطني الرقم التعريف الوطني هو ذلك الرقم الموجود في كما تلاحظون في الصورة في بطاقة التعريف البيومترية وهذا الذي في الاعلى هو الرقم بطاقة التعريف يعني فرقوا بينهما الرقم التعريف الوطني هو الرقم الطويل الان اقوم بادراج كل المعلومات الخاصة بي واقوم بتسريع الفيديو ثم نلتقي بعد الانتهاء من التسجيل يعني من ادراج المعلومات الخاصة بعد الانتهاء من حجز المعلومات الخاصة سوف ندرج الآن ملف بطاقة الاقامة على الشكل ملف بيدياف بحيث لا يتجاوز حجمه واحد ميجابايت كما تشاهدون في هذا التنبيه امامكم وقد كنا قد رأينا كيف نحول ملف بطاقة الاقامة والجهادة الجامعية الى ملف بيدياف الان اضغط على رفع الملف ثم اذهب الى المجلدات الخاصة اين وضعت ملف بطاقة الاقامة والديفلوم وكما قلت من الاحسن وضعهما في مجلد واحد حتى يسل الوصول اليهما عندما نقوم بعملية الادراج كما تشاهدون ثم اضغط على ملف بطاقة الاقامة نقرتين متتالية بالزر الايسر او اضغير فيتم تحميله وايضا المرحلة التي تليها هي بطاقة الخدمة الوطنية او بطاقة الارجاء خاصة بالذكور ثم اضغط على التالي الان وصلنا الى المرحلة الرابعة هي مرحلة الشهادة كما تشاهدون اقوم بملأ هذه المعلومات الخاصة بالشهادة المتحصل عليها رقم الشهادة يكون في اعلى الشهادة وتاريخ الشهادة كما تلاحظون في هذا النموذج وهو خاص بالمداولات يكون موجود في اعلى شهادة الليسونس او الماستر على حسب المستوى كما تلاحظون في الصورة والجهة المانحة الجهة المانحة هي الجامعة التي تخرجت منها ثم نقوم ايضا بادراج ملف الشهادة بحيث حجمه لا يتجاوز واحد ميجا بايت كما هو مشاهد في الصورة وكما قلت تمكت من الوصول اليها بسرعة للملف لما وضعته في مجلد واحد كما اشرت سابقا الان وصلت الى المرحلة الاخيرة وهي مرحلة الحساب بحيث اقوم بملء هذه المعلومات الاسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور والبريد الالكتروني وحيث انك تقوم بادراج معلومات يعني اسم مستخدم سهل وكلمة مرور يمكن ان تتذكرها بعدها اضغط على التالي ثم لاحظوا هذا التنبيه اضغط على المتابعة فتم حفظ بياناتي بنجاح وتم يعني التسجيل بنجاح هنا ظهرت لهذه الوثيقة على شكل ملف PDF بحيث هذا التنبيه انه يمكنكم عدم طباعتها انتم من الاحسن ان تطبعوها اذا يعني خفتم من ضائعها وايضا انصاحكم بحفظها على شكل ملف PDF كما تلاحظون هنا اضغط على على شكل PDF ثم اضغط على هنا في الاسفل فيتم حفظها في حاسوبكم او في الهاتف الخاص بكم يعني في مجلد خاص حتى تتوصلوا او تصلوا اليها فيما بعد يعني تقريبا هذه هي اهم الخطوات الخاصة بالتسجيل و كما قلت احتفظوا بتلك المعلومات الخاصة يعني اسم المستخدم وكلمة المرور حتى لا تنسوها و انصاحكم بعدم تقديمها لأي شخص كان ل ان هذه امور خصوصية وتستعملونها عندما تريدون الولوج مرة اخرى و انا جربت الدخول مرة اخرى باسم المستخدم وكلمة المرور وقد دخلت بنجاح وبسهولة بالغة يعني تقريبا هذه هي اهم الخطوات اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط نلتقي ان شاء الله في شروحات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة